السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا اليوم نتحدث عن نساء اهل الجنة فالجنة الموعودة هي نهاية الشقاء والتعاسة الجنة الموعودة هي بداية السعادة والحياة الهانئة ربنا عز وجل اعد لعباده المتقين فيها ما لا عين رأت ولا ادن سمعت ولا خطر على قلب بشر ربنا سبحانه وتعالى وصفها في كتابه العزيز فقال ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم لهذا الكثير من الناس يتطلعون الى معرفة حالهم في الجنة وما اعده الله تعالى من خيرات ومن نعيم مقيم وخصوصا النساء النساء عادة يتطلعن وينتظرن ماذا قد اعد الله تعالى من عباده من حياة هانئة وسعيدة في الجنة الموعودة ماذا اعد الله تعالى للنساء في الجنة القرآن الكريم يجبنا فيقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمتهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام هكذا يصف القرآن الكريم نساء أهل الجنة إنهم على قدر عال من الجمال وحسن الخلقة والخلق سماهم حور إنهم حور والحوراء هي المرأة البيضاء الشريط سواد العين ويروى بأن من شدة بيضهن يرى مخ ساقهن من رقة أجسادهن ونعمتهن هؤلاء النساء نساء أهل الجنة لهم نور ووضاعة عجيبة وتبارك الله أحسن الخالقين فيهن خيرات حسان أي جميلات عفيفات لا يظهر منهن الشر أبدا جاء في وصفهن كأنهن اللؤلؤ المكنون أي اللؤلؤ الصافي الأبيض النقي المستور عن الأعين والشمس والريح نساء الجنة كاملات الأوصاف يسر الخاطر بهن ويروق للناظر رؤيتهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وصف لصحابته جمال أهل الجنة وخصوصا نساء أهل الجنة فقال لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينها ولا ملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها فالمرأة من أهل الجنة لو نظرت بوجهها لأضاءت ما بين السماء والأرض من نورها وجمالها إنهن كصفاء ليقوت والبيض المكنون سمين بالحور العين لأن العين لما تراهن تحير ولو وضعت إحداهن ساقها عند قرص الشمس لأخفت وهج الشمس نساء أهل الجنة ذكر القرآن الكريم والسنة النبوية صفات كثيرة لهم من بين أبرز صفاتهن أن أعمرهن صغيرة كلهن في سن الشباب وفي سن النظارة لا يوجد بينهن مسنة أو عجوز أو شيخ كبير فمن صفاتهن كما وصف القرآن أنهم أتراب أي على سن واحدة النساء في الغالب في العشرين والرجال في الغالب في الثلاثين وهذا السن يعرف عنه الجمال والوضاءة والشباب والنظارة نساء أهل الجنة خالدات مخلدات لا يفنى شبابهن ولا تنقض أعمرهم ربنا عز وجل وصفهن فقال إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين كل نساء الجنة أبكار وكل صباح تصير بكرا من جديد ولا يفتض بكرة المرأة إلا محبوبها الذي اختصه الله بها لم يسبق قطعا لأحد من الإنس أو الجن أن باشر نساء الجنة أو اقترب منهم لأنهن محفوظات مثل البيض المكنون كما قال الله تعالى لم يطمتهن إنس قبلهم ولا جن ومن صفات نساء أهل الجنة أنهن قاصرة الطرف أي أن أنظرهن مقصورة على أزوجهم فهن لا ينظرن إلى غيرهن من الرجال مقصورات في الخيام أي أنهن عاشقات لأزواجهم لا يبغين إلا رضاهم ومحبتهم وهم غاية في الدلال والرقة ومن صفات نساء أهل الجنة وأيضاً وأيضاً هن بعيدات عن آفات اللسان من سب أو لعن أو غيبة أو نميمة ليس بينهن تباغض أو تحاسد وإنما فقط المحبة الصادقة والأنس الدائم ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخواناً على سرر متقابلين نساء أهل الجنة المطهرات في العادة النساء يحببنا الحلي والمجوهرات لذا ربنا عز وجل وعد أنه سوف يكسو نساء أهل الجنة بأنواع رائعة متلألئة من الذهب والفضة واللؤلؤ والماص والزبرجد حجم اللؤلؤ الواحدة في تاجها في الجنة يكون خيراً من الدنيا وما عليها أما لباس نساء أهل الجنة فإنما تضعه المرأة على رأسها يفوق بروعته وجماله الدنيا وما فيها يتكون فساتينهن من رقائق فوق بعضها سبعون رقيقة من ألوان مختلفة من وراء هذه الرقائق يرى مخصاقها فهي فساتين لا توصف منها ما هو من ورق شجر الجنة ومنها ما هو من النور والمرأة في الجنة لا يبلى ثيابها أبدا إن نساء أهل الجنة ينتظرهن مفاجآت وعجائب لا تصدق أخبر بها ربنا عز وجل في كتابه العزيز فقال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون نعيم يشتهيه النفس والعين تعشق أن تنظر إليه ثم إنه خلود أبيدي لا ينقطع لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ما في تعب ولا مشقة ولا يس هناك خروج ولا طرد من الجنة لا يبغون عنها حولا وفوق كل هذا رضا كامل من عند الرحمن ربنا يرضى على نساء أهل الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه إذن أيها الأحب الكرام فعلى المرأة أن تحرس كل الحرص أن تكون من أهل الجنة السبيل إلى ذلك يسير جدا إنه يتمتل في قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت إنها أوصاف وأوامر وتوجيهات ذكرها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حري بكل امرأة أن تكون إن شاء الله من المبشرات بالجنة أن تصلي خمسها الفرائد التي افترضها الله عليها خمس صلاوات في اليوم والليلة وأن تصوم شهرها تصوم رمضان وأن تحصن فرجها تحصن نفسها من النظرات الغير البريئة ومن أي علاقة مشبوهة حصت فرجها ثم أطاعت بعلها تكون مع زوجها على المحبة والمودة والطاعة إذا فعلت هذه الأمور دخلت من أي أبواب الجنة شاءت فاللهم يا رب العالمين اجعل نساءنا وبناتنا وأخواتنا وكل نساء العالمين من أهل الجنة اجعلهن مع الحوريات واجعلهن مع نساء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب العالمين إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعود بك يا مولانا من النار وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على ذينك نسألك يا مولانا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم يا رب العالمين نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين يا مولانا اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التوار الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة